اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مجانية يمكنك من خلالها استرجاع ما يقدر بواحد جيجابايت من البيانات البرنامج يشتغل او يشتغل على الويندوز تقريبا يدعم كل اصدارات الويندوز بعد التحميل وتثبيت البرنامج على الحسوب الخاص بك نذهب الان ونقوم بشرح البرنامج بكل التفاصيل وطريقة استعادة البيانات المحزوفة بعدما قمنا بتحميل البرنامج وتثبيته على الحسوب هذه الواجهة الرئيسية خاصة بالبرنامج عند فتح البرنامج سوف تجد كل الاقراس الخاصة بالحسوب وكذلك الاقراس او الفلاش ميموري او الزاكرات الخارجية المتصلة مع الحسوب يمكنك ان تقوم بتحديد اي قرص من هذه الاقراس الظاهرة في الصفحة او الشاشة الرئيسية للبرنامج ومن هنا من خلال السيتينكس او الاعدادات تقوم او تقوم بتحديد الملفات التي تريد ان تقوم باستعادتها مثلا هنا دي كومو يعني كل الملفات الخاصة بالورد والاكسل والبيدي اف وغيرها من المستندات التي نعمل عليها في الحسوب هنا ارشيف يمكنك ان تقوم باستعادة الملفات المضغوطة وكذلك استعادتي يمكنك ان تقوم باستعادة الصور والفيديوهات وغيرها من ملفات الميديا من خلال هذا الخيار تقوم بتحديد الملفات التي تريد استعادتها كذلك يمكنك ان تقوم باستعادة الفيديوهات والصوتيات بالضغط على خيار اوديو وفيديو كذلك يمكنك أن تقوم باستعادة ملفات أخرى بالضغط على Others من هنا Others File تقوم بتحديد هذه الملفات لاستعادتها مثلا أنا في هذا الشرح سأقوم بتحديد Audio والفيديو ثم أضغط على OK ثم بازلك أتي إلى أحد الأقراص الخاصة بالحاسوب الخاص بي ثم أقوم بتحديده نضغط الآن على Scan ليبدأ البرنامج في فحص الحاسوب واستكشاف الملفات التي قمنا بحزفها من على الحاسوب من خلال القرص الذي قمنا بتحديده ما عليك أن تقوم بالانتظار إلى غاية أن يستكمل الحاسوب الفحص واستكشاف كل الملفات التي قمت بحزفها بما أني الآن أنا أقوم فقط بالشرح سأقوم بإيقاف البرنامج من هنا أضغط على Stop ثم Yes ثم بعد ذلك أقوم بتحديد هذه الملفات من هنا هكذا ولإسترجاعها مع لي إلا أن أقوم بالضغط على Save ثم أقوم بتحديد مكان استرجاع هذه الملفات مثلا أقوم باختيار القرص F ثم أضغط على OK ويتم استرجاع هذه الملفات على الحاسوب بنجاح أتمنى من سميم القلب أن هذا الحلقة أو أن هذا الفيديو قد نال إعجابكم اللايك للفيديو لإستفيد الجميع أو عفو اللايك للفيديو ومشاركته لإستفيد الجميع وإذا كانت هذه أول مشاهدة لقناة المهسنات رجاء الضغط على تلاشر الاشتراك للإنضمام إلى أزيد من 3700 متابع وإذلك لا تنسى أن تضع لنا تعليق تحفيزي أسفل هذا الفيديو ولم يبقى لي سواء نستودعكم الله الذي لا تدودعه ونلتقي في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة